احمد محمد رضا وهو نجل الفنان الراحل الكبير محمد رضا في فيديو النهاردة بيحكي عن اللحظات الاخيرة في حياة الفنان الراحل والده الفنان الجميل والمحترم محمد رضا بيقول والدي تنبأ بوفاته وقال لي هتيجي من سفرك المفروض ان انا هرجع من سفري بعد اربع شهور قال لي هتيجي بعد شهرين وهو بعد العيد وبالفعل نزلت علشان احضر جنازة والدي بيقول والدي كان بيكامل صحته وكانش بيعاني غير من بعض الامراض المزمنة اللي تعايش معها خلاص ويوم وفاته راح علشان يحضر التصوير من خلال دور وفي مسلسل ساكل اصادي ووقتها كان صايم لان التصوير وقتها كان في نهار رمضان وبعد ما انتهى من التصوير رجع تاني للبيت وفي اليوم ده اخوي حسين كان بيزور والدي وهيفطر معاه وللعلم احنا اربع ابناء اميمة واحمد ومجدي وحسين كلنا كبرنا وتجوزنا وانجبنا كمان وكان اقبالنا اخت اميمة اللي توفها الله في حياة والدي في اليوم ده حصل ظرف الحسين اخويا وكان هيمشي قبل الفطار ولكن والدي ترجاه وقال له استنى علشان تفطر معاه وبالفعل حسين اخويا اجل مشواره لبعض الفطار والده قال له ايوة كده علشان تفطر معايا انت وعبير بنت اميمة وبعد الافطار اتصل بولدي صحفي من ازاعة القناة علشان يجري معاه واثناء الحديث مع الصحفي نفذ والدي الفاسه الاخيرة وقتها وقع والدي في الارض وسماعة التليفون كانت في ايده جات عبير بنت اميمة اختي بسرعة تنادي عليه وتقلب فيه ما ردش عليها نادت على اخويا حسين وتفاجئ حسين وقتها ان والدي توفه الله حسين اخد السماعة ويرد على الصحفي وبلغه بوفاة والدي وقتها اصيب الصحفي بحالة زهول وفارق والدي الحياة تحديدا في 21 رمضان الموافق 21 فبراير لعام 1995 وقتها اضطررت ان انا ارجع من السفر علشان احضر جنازة والدي وقتها تذكرت نظرته لي وانا مسافر قبل رمضان بشهرين وقتها قلت الولدي ان انا مش هرجع من السفر غير بعد اربع شهور في ابتسم والدي وقال لي هتيجي يحمد على العيد الصغير ولما اكدت الولدي انه من الصعب ان ارجع بعد شهرين قال لي اسمع مني هتيجي وكأنه كان بيشعر انه هرجع فعلا علشان احضر جنازته ووفاة والدي المفاجأة كانت صدمة لنا كلنا وكمان اللي محدش يعرفه وكأنه كان عهد بين والدي ووالدتي ان والدتي توفها الله في 27 رمضان لعام 2008 وسبحان الله عشنا مع والدي ووالدتي اجمل ايام حياتنا ولما رحلوا رحلوا في اجمل ايام وهي كانت ايام مباركة ايام الشهر الكريم ربنا يرحم والدي ووالدتي ويرحم جميع موتانا وموتى المسلمين ربنا يرحم الفنان الجميل محمد رضا وموتانا وموتى المسلمين اجمعين اشتركوا في القناة